هدف محمد صلاح اليوم عاد الفرعون المصري من جديد للمشاركة بشكل أساسي مع نادي ليفربول أمام سبارتا براغ أدلتشيكي وتواجد محمد صلاح ضمن التشكيلة الرسمية التي أعلن يورجن لمواجهة سبارتا براغ في إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي نادي ليفربول لم يمهل الضيوف أي فرصة للتنفس ونجحوا في تسجيل هدف أول عن طريق داروين نونيز في الضقيقة السابعة بطريقة مميزة وفي الضقيقة السامنة وبعد ضغط من محمد صلاح ارتطمت الكرة بقدمه لتصل إلى زميله بوبي كلارك الذي وضعها في الشباك معلنا عن الهدف الثاني لنادي ليفربول وفي الضقيقة العشرة حين دور محمد صلاح ليكون بطل القصة والحكاية ووضع الهدف الثالث لفريقه والأول له بطريقة رائعة وعاد محمد صلاح ليمارس هوياته في التمرير السحري ووضع كودي جاكبو أمام المرمى ليضعها بسهولة في شباك سبارتا براغ ترجمة نانسي قنقر